السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات تخصص الزخرفة والإعلان النهاردة إحنا معاكم في برنامج في بيتنا مدرسة وحلقة عن مراجعة مادة المعدات أو الأجهزة والمعدات لتخصص الزخرفة والإعلان لدبلوم تخصص الزخرفة والإعلان وليه الدور الثاني ألف ألف مبروك للطلبة اللي يعني نجحوا في الدور الأول وإن شاء الله كل طلبة الدور الثاني بإذن الله تعالى هتنجح وهيشاركوهم نفس الفرحة اللي جاي بإذن الله أحسن ودايما يعني بيبقى فيه يعني تأخير كده أو كبوة ممكن تحصل لأي حد فينا لكن هي بتكون يعني فيها خير قدام فما تقلقوش بإذن الله تعالى محفوظ لكم لدرجة الامتحان بتاعتكم اللي انتو حصلتوا عليها بالإضافة لدرجة النجاح في المادة اللي انتو بتمتحنوا فيها بإذن الله تعالى إن شاء الله نكحين وموفقين ونتقابل بعد الامتحان الدور الثاني عشان نبرك لكم بالنجاح بإذن الله تعالى النهاردة هنتكلم على يعني تقريبا جزء كبير جدا من مادة المعدات يمكن في الدور الأول لما جينا نعمل المراجعة بتاعة المادة دي إحنا عملنا حاجة جبنا امتحان وحلنا الامتحان ده النهاردة هيكون الأسلوب مختلف شوية إن إحنا هنغطي تقريبا أكتر من 80% من المنهج على أساس يعني نزود بعض المفاهيم عندكم نشرح بعض المصلاحات وبإذن الله تعالى ما تقلقوش وإن شاء الله بإذن الله تعالى مرة تانية بقول لكم أنتوا إن شاء الله نكحين هنبتدي بإذن الله تعالى نتكلم على الورقة الامتحانية الورقة الامتحانية زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة وزي ما قلنا قبل كده في الدور الأول بتتكون من أربع أسئلة أو خمس أسئلة ويقولك أجب عن أربع أسئلة منهم زي ما أنت يعني عارف إن الامتحان بيبقى في أسئلة فيها صح وغلط بيبقى فيها أسئلة سلمة بين الكلمات بيبقى في أسئلة مقالية أذكر أو عرف أو مما يتكون أو تحدث عن وفي أسئلة بتبقى أكمل فيعني وغالبا كل هذه الأسئلة بتكون مغطية المنهج بتاعنا طيب هنبص كده معانا زي ما بقولكو إن الدرجة الكبرى بتاعة مادة المعدات بتتكون من يعني ستين درجة والدرجة الصورة اللي هي درجة النجاح اللي أنت المفترض تجيبها عشان تنجح بإذن الله تعالى هي تلاتين درجة هنتكلم في أول حاجة عن مسدس الهواء الساخن إنت تعرف إيه عن مسدس الهواء الساخن؟ مسدس الهواء الساخن يعني حاجة كده تشبه السشوار ولكن درجة الحرارة اللي طلع منه تصل إلى 600 درجة مقوي عفوا بيستخدم في إزالة الدهنات ورق الجدران والورق المحبب بيستخدم في فك بلطات الفينيل الملزوقة على الأرضيات بيستخدم في فك الملصقات اللي موجودة فوق العربيات السيارات ممكن يتعامل بيه تأثير بالحرق على الخشب قبل دهانه ممكن لما أجعمل يعني وصلات خراطين كده وبوصلها ببعض وبربطها ببعض يتبقى ديقة شوية أسخن الوصلة وأقدر بعد كده بسهولة أن أنا لفها تستخدم فيه تجفيف وإزالة الدهنات وتسخين الأجزاء قبل عملية اللصق دي بينشوفها أنهما بيستخدموها في العربيات لما بيجوا أنهما يعملوا لازق ستيكر عليه طيب بيكون من إيه المسدس الهواء الساخن ده بيكون من واحدة تسخين بتبقى موجودة داخل الجزء ده في المسدس مفتاح تشغيل استوان عزل للسخان بيبقى حوالين السخان استوان عزل كده من الخزف عشان تمنع السخنية أنها تطلع لجسم المسدس وتسياحه جسم السخان الخارجي جسم مروحة الهواء موجه الهواء الخلفي اللي هو بيشفط الهواء من الجزء الخلفي اللي هنا زي السشوار ويوجهه برياش توربينية الهواء بيوجهه ليه المسدس من الأمام أفيز لتسبيت السلك بيبقى موجود في المكان ده مصمار لتسبيت جسم المسدس واصلة مطاطية بتبقى في الحتة دي بالزبط عشان تحمي المخرج بتاع السلك إنه هو ما يقتمش طيب لما يجي إن أنا أشتغل على مسدس الهواء الساخن في حاجات مهمة أوي لازم إن أنا أعرفها ولازم إن أنا أرعيها لما أجي أشتغل على المسدس ده أول حاجة المسدس ده لابد ناخد في الاحتياط عندي إنه هو يعني أبعد عن أي مواد قبل الاشتعال لأن درجة الحرارة بتاعته حوالي يعني 600 درجة مقوية تصل تبدأ يعني أقل من كده وتصل إلى 600 درجة مقوية بناء على كده يبقى إحنا لابد إن إحنا ناخد بالنا إن إحنا ما نقربش المواد قبل الاشتعال ماستخدموش في الغرف الراطبة طب ليه ماستخدموش في الغرف الراطبة عشان خاطر لو هو شفط يعني مية جواه أو بخار مية جواه ممكن يعمل ماس كهربي لما يجي أشتغل بيه على مواد بلاستيك بينتج عن المواد البلاستيكية دي غازات سامة وقبل الاشتعال إحنا شغالين في مجان يكون جيد التهوية ويكون العامل بيرتدي قناع للوجه ماستخدموش بالقربة من مواد قبل الانسهار لو المطور بتاعه وانت شغال وقف لازم أقف المسدس ليه لأن السخانة هيكون بيشتغل وما فيش هوا داخل المسدس فبالتالي درجة ترتفع جداً ممكن المسدس يولع أو يشتعل هو في إيه دي ولذلك بيبقى عايز نوع من الحرص من اللي بيشتغل بيه ويبقى فاهم كويس هو بيشتغل إزاي طبعاً ما هزرش مع حد ووجه المسدس ليه أثناء عمله حتى لما طفيه ما بصش من خلال فتحة خروج الهواق السخن لأنها لسه بتبقى خارج منها صهد هوا سخن ما سيبوش في متناول الأطفال أو غير المتخصصين وطبعاً أوه حد يستخدمه كسشوار للشعر طيب نيجي سؤال تاني بيقول تكلم عن مكونات وخصائص واستخدام ومميزات وعيوب الرش التوافقي احنا عارفين أن الرش التوافقي ده عبارة عن إيه الرش التوافقي عبارة عن توافق ما بين الليكود اللي هو السائل والإيه الهوى بيجرى إيه السائل والهوى بيدخلوا مع بعض جوه مسدس الرش وبيتقابلوا لما بيجوا يخرجوا من عند فوهة المسدس الهوى بيغبط السائل فبيفتته إلى زرات إيه صغيرة عشان كده سموها معدات الرش التوافقي طيب معدات الرش التوافقي دي ليها مكونات وليها استخدامات وليها مزايا وليها عيوب هلأ عايزين نعرف إيه هي الحاجات دي مهمة وممكن ييجي فيها سؤال بيستغلق يعني بيسألك عن كده وممكن يجي السؤال في صورة أنه هو مثلا بيقولك يعني 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 يقولك جملة من الجملة اللي احنا بنقولها دي ويقولك صح ولا غلط أو أكمل أو سلم ما بين الأقواص طيب هنبص كده مكونات معدات الرش التوافقي كبسات ضغط هوا اللي هو كومبروسور اللي احنا درسناه في الصف الثاني أوعية أو خزانات للريزين الرزين اللي هو السائل أو الوسيط الكيميائي والمزيبات اللي بتتحط جوه الأوعية استخداماته ومزايا نظام الرش التوافقي إمكانية تنويع نسب المكونات ميزة يعني موجودة فيها الدقة في خلط المكونات وتمامها بالقدر الكافي دون استهلاك فقد تبعا لنظام الرش المعدات زاد دائرة مغلقة تتميز بالنظافة والأمان يعني ما بتلاقيش وانت شغال بالرش إنها من بره متسخة عيوب معدات الرش التوافقي يمكن حدوث تغير في قوام مادة الرش عند استخدام المعدات طبعا لإن طبعا فيها هوا فالهوا بيتقل شوية الليكويد أو السائل وإحنا بنرش منها لو إحنا مرعناش فترة التفاعل بتكون قد إيه ونوع المسدس المستخدم طبعا كل المسدس كان كبير الحجم كل ما فترة التفاعل بتسرع شوية لأن كمية الهوا اللي دخلها مسدس الرش بيكون أكبر شوية قلة إمكانية النقل والمنولة والحمل للمعدات دي طبعا معدات بتاعته غالية ومكلفة طيب نيجي بقى نتكلم على حاجة مهمة من الحاجات المهمة اللي موجودة داخل المنهج اللي هو الرش الهوائي ومكوناته إيه هو الرش الهوائي؟ الرش الهوائي هو الرش الذي لا يستخدم الهواء المضغوط فيه لدفع الدهام طب ده بيشتغل بإيه؟ بيشتغل بطولمبة كابسة يعني طولمبة بتتحرك كده وبتضغط على السائل فالسائل بيطلع مضغوط طب مكوناته إيه؟ مضخة منها ما يعمل بالهواء المضغوط أو بالكهرباء أو بالبنزين وحامل المضخة ومسدس الرش الغير الهوائي واستمنات توزيع الدهان الغير الهوائية والخراطيم والواصلات بتاعته بيكون خراطيم وواصلات خاصة جدا طب مكوناته بقى مضخة الرش الغير الهوائي المطور بتاعها قوته 3 تربع حصان 75% من المية حصان مفتاح تشغيل مفتاح تحرير الضغط اللي أبختار فيه إذا كان هو بيدغط ولا بيشفط مفتاح زيادة وخفضة الضغط فلتر خروج اطلاق من المضخة للمسدس يعني اطلاق لما بيجي داخل المسدس خرج من المضخة بيخش على الفلتر عشان لو فيه أي شوائب الشوائب دي ما تطلعش مع السائل وهو بيتراش له فتحتين فتحة لدخول اطلاق وفتحة لخروجه واحدة منها لخرطوم المسدس والتانية لخرطوم الطرد وبيتم التنقل ما بينهم على طريق مفتاح الاختيار وفيه فتحة بحط فيها الزيت اللي بيشغل الهايدروليك عشان لو ما حطتش زيت البساتم وهي شغالة جواه هتتآكل لأنها بتكون معدن خرطوم الرش المسدس ويتم التحكم فيه من خلال مفتاح الاختيار شفط أو طرد خرطوم السحب ويوجد بنهايته مصفى أو فلتر لتجنب انسداد فنية المسدس خرطوم الطرد أو الراجع وده بيستخدم أثناء عملية الغسيل وتنظيف المدخة بعد الاستخدام ومصفى وفلتر وخرطوم سحب وعربة حاملة وأشكالها متعددة هنشوفها في الصورة اللي جاية هو ده الجهاز زي ما هم تصور كده بتاع الرش غير الهوائي العربة الحاملة هي الجزء المعدني ده جهاز أو مضخة الرش غير الهوائي هي دي ودي غالبا يعني مش موجودة في مصر بكسرة تستخدمها الشركات الكبيرة بس غالبا بترش دهانات غليزة القوام يعني ممكن أحط الجزلة بتاعت البلاستيك تحتيها بدون أي تخفيف وبالتالي يبدأ أرش طب طريقة تشغيلها إيه بحط خرطوم السحب في وعاء التلاء أو في الجزلة يعني ده بشغلش المضخة بدون ما يكون خرطوم السحب ده في موضعه بوصل الكهرباء بمصدر كهربي بفتح مفتاح التشغيل بتاعي يدخل التلاء من خلال المصفى إلى خرطوم السحب إلى الفلتر اللي هو بينقي التلاء يتم فتح مفتاح الاختيار إلى خرطوم المسدس يتم ضبط مفتاح زيادة وقفة الضغط يعني أنا لو الدهان اللي أنا برشه غليز القوام أحيانا بزود الضغط ليه؟ عشان يديني ضغط عالي ليه؟ عشان يحصل تفتت لو كان القوام بتاعه خفيف بقلل الضغط بعد كده بشتغل بضغط على زيادة المسدس فبيطلع اطلاق من فوهة المسدس لسطح المجرولة طيب طريقة استخدام مسدس في الرشة غير هوائي بمسك المسدس بقوة وبتكون الفوهة عمودية على سطح المجرولة البعد بين الفوهة وسطح المجرولة من 12 إلى 14 بوصة يعني آسف 12 إلى 14 سنطي لا يتم الضغط على الزيادة إلا بعد حركة المسدس عند حدوث سدد في الفوهة عند الرش بنعكس الفوهة و بنحط فيها مياه فتطلع الشوائب اللي هي سداها و لما بنحوز بقى نكمل الرش بنعكسها مرة تانية في اتجاهها الصحيح وبنستقنف عملية رش الدهان أو رش المجرولة قيب مميزات إيه الرش الغير هواء ليه مميزات كمية الاطلاق اللي هي المفقودة عشان إحنا مش مستخدمين هوا فيعني بتكون مش كبيرة استخدام الكمية اللازمة دون زيادة أو نقصان المضخات بتاعته قوية جدا ممكن تشغلي 2-3 مسدسات في وقت واحد الأداء بتاعه عالي اللي بيحافظ على نظافة المكان الدهان بتاعه بيساوي وشين من الدهان العادي لأنه مفيش في مزيبات مميزاته بيوفر كمية الاطلاق باستخدم الكمية بتاعته دون زيادة أو نقصان بنعيدها تاني مضخاته قوية سرعة الأداء بتاعته عالية بيمكن رش طبقات رقيقة من الدهان وسهل الاستخدام نيجي بقى حاجة تانية دي الاستوانات اللي بتستخدم مع مضخة الرشة غير هواء يعني دي اللي هي الرلة بس الرلة دي بيبقى الدهان بيمشي داخل المصورة الداخلية بتاعتها بيملأ الجزء اللي احنا شايفينه ده والجزء ده بيبلل المنطقة اللي ببادل موجودة حواليها فبيطلع الدهان وبحرك الرلة بتاعتي ببتدي ان انا ادهن بيها لإيه قصتها تستخدم في العمال الكبيرة بتوفر كمية الدهان بالنسبة 30% بيتوزع الدهان على كل جزء في اجزاء الاستوانة عن طريق التغذية الداخلية وذلك لوجود حلزون اللي هو ده الجزء الغامق ده جوه الاستوانة ممكن ابقى واقف تحت على الارض وحط دراع تطويل وادهن السقف وانوا واقف تحت وده بيقلل زمن الانتهاء من العمال عشان ما اقعدش كل شوية اجيب سلم وابتدي ان انا انقل السلم من مكان لمكان طيب عندي نوع تاني من استوانات توزيع الدهان ذات الرش الخارجي تستخدم في المواد ذات اللي زوجة العالية والاسطح الخشنة يركب لها فواهة انعكاسية ذات تنظيف ذاتي مع واقي الامان برش على السطح والاستوانة نفسها يعني بيبقى الدهان جاي من المصورة دي داخل بيترش من هنا تشبه فواهة مسدس الرش اللي هو بتاع الغير هوائي بيرش على اللي هي الاستوانة اللبات دي اللي هي الرول اللبات فبتتبل بيه الدهان وابتدي ان انا ادهن بيها يعني دي مش ذات تغذية داخلية طيب انا عايزة نضب في المضخة والمسدس بعد ما خلصت شغل بقفل مفتاح امان الزناد بشغل مفتاح تشغيل الوحدة بحطه في وضع مفتاح الاختيار على وضع تحضير الخرطوم مش للشفت لأ للطرد بفك الفواهة وبحطها في موزيب من نفس نوع الدهان اللي انا مستخدمه الفترة محدودة ضبط مفتاح الضغط الاقل ضغط ممكن عشان ادي فرصة لسائل التنظيف يبقى ماشي فترة طويلة داخل المواسير الداخلية داخل المضخة بطلع الخرطيم من الوعاء وافتح مفتاح تشغيل لمدة 3 دقايق عشان اطلاق اللي موجود جوه خرطيم الساحب والطرد يطلع بحط المسدس في وضع الدهان واضبط مفتاح الضغط على وضع الرش يعني لونا بخسل بمية بحط الجهاز في مية ويبتدي المية تمشي مكان الدهان مكان ماشي فيبتدي ان الجهاز ينضف من داخله بحط الخرطيم في موزيب من نفس نوع الموزيب المستخدم فيه اطلاق وبشغل مفتاح واحدة التشغيل وبضغط على الزناد لمدة دقايق لغاية ما يطلع المزيب نضيف من المسدس ومجبه جففه بعرف كده ان المسدس تم جفافه من ونظفته من الداخل نيجي بقى نتكلم على الرش الساخن طيب الرش الساخن ده نوع من انواع اللهانات اللي احنا بنستخدمها في التخصص عندنا وليه اجهزة خاصة ليه معدات خاصة بالرش الساخن طيب ليه الرش الساخن لقينا ان بعض انواع الدهانات او التلقاط ما بتدبش بسهولة مهما نحط عليها موزيبات العلماء لما اجروا تجارب لقوا ان بعض الدهانات بيحصل لها نوع من السيولة لما يعني تتعرض لدرجة حرارة تصل الى 70 درجة مئوية وطبعا مش لازم تكون حرارة مباشرة فاخترعوا جهاز للرش الساخن عبارة عن ايه عفوا يشبه كده عارفين سخان الميا الكهرباء جهاز يشبه سخان الميا الكهرباء اللي بيجرى ان السخان ده ماشي جواه سبليونة مصورة من النحاس ماشية بصورة معينة حواليها مية سخنة بيمشي جواها السائل بتاع الطلاق الغليز درجة حرارة الميا دي 70 درجة مئوية مصورة النحاس بتعمل عملية تسييل للطلاق داخل المواصير نفسها من درجة حرارة الميا على ما بتوصل لخرطوم الدهان وتوصل لمسدس الرش بيكون الدهان بقى سائل فبالتالي يعني ما بنحتاجش مذيبات في جهاز الرش الساخن واحنا عارفين ان المذيبات تقريبا بتمثل تلت تربع تكلفة الدهان في الدهانات اللي بتاخد مذيبات عالية زي مثلا المذيبات اللي هي خاصة بدهان او الدهانات اللي هي خاصة بدهان السيارات بتاخد نسبة مذيبات ايه؟ عالية طيب لو جينا نبص كده ايه هي مميزات الرش الساخن؟ معدلات انتاجه اسرع من الرش التقليدي البارد الرش التقليدي البارد معدد تغطية اللازج يتم الحصول عليها باضافة مخفف يصل الى 200% مما يكله اثر دار على البيئة في الرش الساخن بيتم تقليل اللزوجة بالتسخين في الرش التقليدي البارد بيطير 30% من المذيب مع الطبقة المتبخرة قبل وصول الطلاق الى سطح المجغولة منتجا في قطرات في درجة حرارة اقل حوالي من 10 الى 15 في المية من درجة حرارة الجو المحيط ده في العادي بينما في الرش الساخن بيتير 75% تقريبا متزامنا مع وصول الطلاق الى سطح المجغولة ومنتجا قطرات كبيرة في نفس درجة حرارة الجو المحيط مما يجعل سطح المجغولة افضل في التشطيب ويخلي الدهان احسن في الاتصاق واكثر انسيابيا واكثر تحملا واكثر عمرا الرش الساخن بيوفر الطاقة المطلوبة للرش بيوفر استهلاك الهوى المضغوط بيوفر المذيبات بيدي سمك واحد لطبقة الدهان وبيساعد على تجانس سمك فيلم الدهان عن الرش التقليدي البارد في الرش الساخن سرعة وكمية تبخر المذيبات بتؤدي الى سرعة الجفاف عن الرش التقليدي البارد وامكانية الرش في درجات حرارة منخفضة وفي حالات ارتفاع درجة الرطوبة أقدر أن أنا رش لو في الدهان العادي ما باستعملش الرش الساخن في الجو اللي هو العادي يعني أقدر أن أنا في الجو البارد أستخدم الرش الساخن وما أسرش علي هنخش بقى على حاجة اسمها معدات الرش الألكتروستاتيك كلمة ألكتروستاتيك يعني مغنطسية كهربية فالنوع ده من الدهانات بيعتمد على حاجة عجيبة جدا هو بيعتمدش على دفع الهوى للدهان هو بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على أن المشغولة بتبقى وقت ده شحنة كهربية سلب والدهان واخد شحنة كهربية مجابة داخل المسدس أو العكس طيب الدهان كده بيطلع من المسدس لسطح المشغولة بالجذب الكهربي بالجذب إيه؟ الكهربي لأن المشغولة واخد شحنة سلبة والدهان واخد شحنة مجابة أو العكس فبيطلع فلما بيطلع بيغطي سطح المشغولة طب الدهان لما بيغطي سطح المشغولة بيكسب سطح المشغولة إيه؟ بيكسبها طبقة كهربية مجابة فتلاقي الدهان ما يجيش تاني على نفس المكان الدهان ما يجيش تاني على نفس إيه؟ المكان فإيه اللي يجرى تلاقي الدهان وأنا برش من الجنب ده لف وجه من وراء لأنه شغال بالإيه شغال بالمغناطسي طيب نعرف بقى إيه هي مكونات مسدس الرش الالكترستاتيكي بيتكون من نصاب المسدس وفيه مدخل سحاب للبودرة والهواء من خزان البودرة بمدخل لهواء التنظيف من وحدة التحكم بشاكت واحد اللي هو يعني دي صار كده بيبقى حوالين الخرطوم بمدخل كابل الفولت المنخفض من وحدة التحكم زيناد المسدس بيتحكم في فتح الطيار لمحول الفولت العالي لشحن الإلكترود الإلكترود اللي هو بيخش يشحن البودر داخل مسدس الرش الالكترستاتيكي جسم المسدس بيحتوي على كابل جهد منخفض محول بتاع فولت عالي منظم الفولت العالي كابل الفولت العالي اللي بيتصب بالالكترود خرطوم سحاب للبرد خرطوم هواء التنظيف وهو نظام ضغط هوا لمنع البودرة المشحونة من التجمع حوله لضمان اكتمال الشحن الجيد للبودرة الواقعة على المشغولات ايه هي بقى مميزات الدهان ببودرة الالكترستاتيك؟ الطلاق بالبودرة بيطيل العمر الافتراضي للمنتج ويضمن المتانة والمظهر المرئي المناسب السرعة الفائقة في تغطية السطح بيجعل المردود الاقتصادي عالي لأن احنا بنقدر ندهن أكثر من قطعة في وقت أقل هو النوع ده من الدهان بيخلي السطح اللي انت دهنته بيه بيقاوم عملية التآكل وعنده قدرة على الاحتفاظ باللون للدهان يعني فترة طويلة مسدسات البودرة سهلة الاستخدام والتحكم فيها سهل بس طبعا مع التدريب خفيفة الوزن وزاد قدرة وأمان عالية صمك طبقة الرش واحدة على سطح المشغولة بالكامل يعني لو جبت الجهاز اللي بقيس بيه صمك الدهان وحطيته في سطح المشغولة في أقصر يمين وهلقى مثلا واحد على ألف من الملي أو اتنين على ألف من الملي أو على الناحية التانية هلقى بنفس النسبة ونفس الصمك مفيش فاقد في البودرة حوالي 80% من الدهان بيتجه مباشرة نحو الهدف بتاعه المشغولة يعني دهانات الالكتروستاتيك صديقة للبيئة يعني ما بتضرش بصحة العامل أو البيئة الموزيبات استخدمها فيها قليل لكن من ناحية الاجتماعية هي بتوفر عمالة وده جانب بيؤثر على الجانب الاقتصادي لأن طبعا اللي كان بيقوم بيه أربعة خمسة داخل المصنع فبقى يقوم بيه عامل واحد بس العيوب ايه بتاع ترش الالكتروستاتيك؟ تكلفة النظام عالية احتاج سيانة دورية مرتفعة التكلفة التعامل مع النظام مع طبعا ضغط الكهرباء لازم يكون الفني اللي شغال متضرب كويس وعنده دراية عالية بالجهاز وتعليمات الامن الصناعي او الامن الصحة والسلامة المهنية ضد اختار كهرباء الضغط العالي لازم يكون فيه تدريب مستمر على احدث الاساليب في كل عناصر الانتاج داخل هذه المنظومة الخاصة بالرش الالكتروستاتيك النظام ده ما ينفعش مع الصاج الميجالفن لان الصاج الميجالفن واخد طبقة عزلة بتمنع عنه كهربية وبضرة الالكتروستاتيك مش هتوصل للصاج الميجالفن بالتالي هيسقط الدهان بتاعنا زي ما قلنا برضو الجنب الاجتماعي لانها ايمة على ميكانة وقالية حديثة ده بيقلل استخدام العامل البشري مما يسهم في زيادة البطالة نيجي بعد كده بقى نتكلم على حاجة مهمة قوي نتكلم على كبائن الرش كبائن الرش متعددة كبائن الرش متعددة ايه هي كبائن الرش كبائن الرش دي حاجة احنا اخترعناها او المصانع بتاعت الدهانات اخترعتها ليه عشان خاطر يعني المشغولة اللي احنا بنشغالين بيها لما نيجي نرشها بالدهان الدهان بتاعي ما يجيش يطلع للبيئة والعامل يتنفسه مرة تانية فده يأثر على سدره ويجيب للعمال اللي شغالين امراض صدرية ويقلل العمر الافتراضي للعامل في هذه ايه المهنة فاخترعوا كبائن الكبائن دي بتعمل عملية شفط للابخرة والموزيبات اللي طلع من الدهان او الاطلاق اللي انا برشه وبتجمعها في مكان معين او بتاخدها عن طريق يعني شفاط وتطردها برا في الهواء الطلق فهنا يعني كان اختراع مفيد جدا جدا في بعض الكبائن منها كبائن بتاخد الموزيب دي تاني واتدخله في فلتر تنقيم اللون وينزل الموزيب مرة اخرى تستخدمه في نفس الدهان مرة تانية يعني بيستخده حوالي من 70% ل80% من الموزيب اللي تم رش به بعض هذه الكبائن بتبقى واخداما جوه دهانات سالخة ايه او دهانات قبل للسلخ ايه الدهانات قبل للسلخ دي دهانات قبل للسلخ دي لما احنا الكبائن دي بيرشوها بالدهانات القبل للسلخ بيرشوا الكابينة بالدهنات قبلة للسلخ الدهنات بتنشف يقدر العامل بعد الدهنات دي ما تنشف وبعد ما يرش والكابينة يعني يبقى قصر الدهان موجود عليها من جوة يبقى شكلها مش نضيف يقدر ان هو بيرفع طرف الدهان اللي هو شايله وينزعه كده كله زي الاستيكر ودي الدهنات اللي هي قبلة للسلخ هناخد بقى ايه هي انواع كبائن المستخدمة في الدهنات عندي انواع كبائن المستخدمة عندي كبائن الرش العادية كبائن الرش العادية هنشرحها عندي كبائن الرش ذات الفلترات المصة وكبائن الرش ذات الفلترات المصة والتكييف الحراري عندي كبائن الرش الآلي للمسطحات عندي كبائن الرش الآلي ذات الخطاف دي انواع كبائن الرش اللي احنا بنستخدمها عندي كابنت الرش الآلي لمسطحات الصغيرة والمجسمات الصغيرة هنشوف يعني مثلا ايه هي طريقة تشغيل كابنت الرش العادية مع ذكر المميزات والعيوب رقم واحد كابنت الرش دي فيها قرص دوار القرص الدوار ده بحط عليه المشغولة بتاعتي والعامل يا اما قرص الدوار ده بيشغلوا بالكهرباء بيشغلوا بمطور فبيدوس عليه فيبتدي انه هو يلف والمشغولة تلف معاه عشان العامل يقدر انه هو يرش الدهان بتاعه على الجزء اللي هو عايزه من سطح المشغولة او انه بيحركها برجله طبعا لازم يشغل مروحة الشفط لسحب الابخار والمزيبات للخارج ويبدأ في اجهزة فتح اجهزة الرش مع تطبيق قواعد الرش يعني بصورة جيدة في كابنت الرش العادية بيبدأ العامل اولا بتشغيل مروحة الشفط وفتح اجهزة الرش ورش المشغولة بعد كده مميزات كابنت الرش ايه المحافظة على صحة العامل لانها بتسحب الابخار والمزيبات بعيدا عن صدر العامل يمكن لعامل الدهان ان يجري اعمال الصيانة بنفسه دون الحاجة الفنيين متخصصين عيوبها ايه ان الابخارة النتجة من الرش تتصاعد الى طبقات الجو مما يجعلها من ملوسات البيئة لا تصلح الا للرش العادي ولا تصلح للرش في درجات الحرارة البردة هنبس نفكركم بس بحاجة ان احنا لما بنستخدم كبين الرش مش بنستخدمها فقط للحفاظ على البيئة والحفاظ على العامل لكن في جزء فني في الاستخدام ان كبينة الرش بتحمي المشغولة اللي احنا بندهنها سواء كنا بندهن تلاجة غسالة بندهن عربية بندهن اي حاجة من الحاجات اللي احنا بندهنها بتحميها من الشوائب اللي موجودة في الجو زرات التراب اللي موجودة في الجو طيب نيجي نرجع تاني نشوف بقى احدى كبان الرش المهمة جدا اي انا ما جبتش كل كبان الرش يعني لكن في حاجة بقى اخده اسمها كبان الرش ذات الفلترات المص كبينة الرش ذات الفلترات المص دي عبارة عن ايه دي كبينة متركب فيها من ظهر مجموعة شفاتات قوية جدا والشفاتات دي قدامها فلتر عبارة عن لوح من الاسبيتوس المساني الشفاتات دي بتشفط الموزيبات بتعدي الموزيبات دي من خلال الفلتر فبياخد منها اللون فبيعدي السائل بس السائل بيتجمع في مصورة وينزل على خزان اقدر ان انا اخد الموزيب ده واستخدمه من تاني وفي عندي كبينة الرش ذات الفلترات المص والتكيف الحراري دي بتستخدم في البلاد الباردة زي شمال اوروبا وزي كندا وزي روسيا اللي بيجرى ان البلاد دي بيبقى فيها الجو درجة الحرارة 30 تحت الصفر 35 تحت الصفر بعض البلاد بيبقى درجة الحرارة فيها في الشتاء 45 تحت الصفر فاللي بيجرى ان هذه الكبين لو انت رشتها او رشت فيها مشغولة المشغولة مش هتنشف لانها محتاج درجة حرارة الاقل عادية 20 درجة 22 درجة عشان ايه تجف فبيبقى فيها تكيف حراري بيعمل عملية تسخين الجو بتاع الكبينة من الداخل فبالتالي تقدر المشغولة اللي انت بتدهنها تجف هنبص على اخر نوع من انواع كبين الرش الالي للمصنعات الخشبية الصغيرة هتلاقي كبينة الرش ذات شكل استواني زي اللي احنا شايفينها كده ده مسقط رأسي ليها وده مسقط افق علوي من اعلى ليها متقسمة زي ما احنا شايفين شايفين كده اقدر احط هنا دي مشغولات اقدر احط في كل جزء فيها مشغولة هي متقسمة حوالي يعني يعني الاكتر من 18 جزء 18 ارسو متحرك بتدور حوالي نفسها 360 درجة وبتقف لمدة 20 درجة لمدة تتزامن بدايرة اكترونة مع مستدسات الرش عايز اقولكم انها لو بدأت من هنا وانتهت هنا بتبقى كل مشغولة من دول اترشت اربع مرات لان ربع الاولاني بيرش جزء الربع التاني بيرش جزء تاني في المشغولة الربع التالت بيرش جزء تالت في المشغولة الربع الرابع بيبقى ايه المشغولة دي اترشت اربع ايه مرات بيها رشاشات متصلة بخزان دهان وكباس هوا في مركز الكابينة بيتم ضبط مناسبها تبقى الارتفاع المشغولة الرشاشات بتفتح اوتوماتيك بسنسور مع حركة القرس الصغيرة في مركز الكابينة من اعلى توجد مروحة لشافت الابخرة مزودة بجهاز لتكسيف الابخرة وبعضها في الغالب مزود بتكييف حراري باب الرش ده من الابواب المهمة قوي اللي عايزك تهتم به عايزك تهتم بتفاصيل ورسوم البيانات اللي مكتوبة مسدس الهواء الساخن احفظ الرسمة بتاعته واحفظ البيانات بتاعته مسدس الرش الغير الهوائي مسدس الرش كابينة الرش العادية كابينة الرش المشغولات الخشبات الصغيرة مسدس الرش الالكتروستاتيكي عايزك تركز عليهم قوي نيجي هنخش على الجزء التاني من المراجعة باب الرش تقريبا بيمثل اكتر من يعني 60% من منهج مادة الاجهزة والمعدات للزخرفة والاعلان احنا كده خلصنا باب الرش وعملنا له عملية مراجعة تعتبر شاملة بنسبة 90% عليه هنخش بقى للجزء التاني وهنعمل برضو مراجعة بنسبة برضو حوالي 85% على الجزء التاني وان شاء الله الانتحان هيجي مغطي الجزئية دي كلها بإذن الله تعالى عشان كده عايزكوا تركزوا معايا وعايزكوا تذكروا كويس قوي نيجي بقى نتكلم على الباب اللي بيلي الباب بتاع الرش اللي هي الأدوات والمعدات المستخدمة في الرسم والزخرفة على الأقمشة بالأساليب المختلفة أول حاجة أو أول أداية عندنا المندضة بتاعت العمل دي بتصنع من الخشب عرضها يزيد قليلا عن عرض القماش تقبيزة 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 عضية جدا ده ببيس الرسم اللي أنا بثبت بيها القماش على منضدة العمل وأحيانا بثبت بشريط من المطاط أستك يعني اللام الرصاص اللي بستخدمها في شف الرسومات والزخارف وبقسم بيها سطح القماش البلتات اللي هي قطع من الخشب الأبلاكياش الزين صمك 3 ملي على شكل مستطيل أو بيضاوي وليها طرف من أطرفها فتحة لدخول إبهام اليد اليسرى عشان أنا ببقى ماسك بالإيد الشمال وبلون أو ماسك فرشة الألوان بتاعتي في الإيد اليمين وطبعا يفضل دهنها بالوغنيش ليه؟ دهنها بالوغنيش واسبها تنشف عشان لما أجي أحط عليها الألوان وبعد ما أستخدم الألوان وأمسحها كويس يعني ما تسبش أثر في الخشب أحيانا بتصنع من البلاستيك وبيكون فيها عيون لوضع الملونات وتستخدم في مسج الألوان وتجهيزها للعمل عندي سكينة البلتة النصل من الصلب المارن النصل اللي هو السلاح يعني والنصاب من الخشب النصاب اللي هو إيد السكينة وجلبة معدنية الجزء اللي هو بيربط السلاح باليد وليها أشكال كتيرة تستخدم في مسج الملونات على سطح البلتة عندي الأمشاط العادية اللي بيدهنوا بيها عندي إقلام الملو اللي بيستخدموها في بويات الزيتية عندي القطر اللي بيفرغوا بيه اللي استنبوا وليه أشكال كتيرة عندي بقى حاجات مهمة جدا الباب الذي يليه اللي هي الأدوات المستخدمة في عمليات الطباعة بالشاشة الحريرية الشاشة الحريرية اللي هو السلك سكرين أو الطباعة السير الرافية السلك سكرين من أقدم أنواع الطباعة في العالم أول نوع من أنواع الطباعة تم اكتشافه هو هذا النوع من الطباعة طبعا أقدم نوع من أنواع الطباعة كان عبارة عن إيه؟ إن أنا بغمز إيدي في اللون وبطبع كده فبيتبع زي ما بنعمل كده يعني في عيد الأطحية أحيانا تلاقي بعض الناس يعني يحط إيده في الدم الأطحية ويعمل كده على الحيطة كفوف كده ده نوع من أنواع الطباعة وده اعتبر أقدم نوع طباعة لكن أقدم نوع طباعة فيها نوع من الصنعة أو الفن هي طباعة الاستنسل طباعة الاستنسل اكتشافها مين؟ اكتشافها الجماعة السونيين عملوا إيه؟ جابوا ورقة وعملوا عليها رسمة وفرروا الرسمة دي من جوة وبقوا يطبعوا يجيبوا اللون ويحطوا الحاجة ويدق عليها بأماشة أو بأي حاجة أو قطعة فر فيطبع الشكل اللي هو عايزه يطبع منه أشكال كثيرة متعددة من نفس الشكل وده كانت أقدم نوع طباعة بيطلع لي أشكال كثيرة ومتعددة طيب جون بعد كده عملوا إيه؟ جون بعد كده راحوا لزقوا حريرة فوق الورقة اللي هم كانوا مفرغينها اللي دهنينها جمالكة من ناحية إيه؟ لما لزقوا حريرة اللي حصل إن بقى انسياب اللون أفضل انسياب اللون من الفتحات بتاعت الحريرة بقى بيديني يعني لون منتظم الدقة ومنتظم الكسافة فشكل اللون بقى إيه؟ أفضل شوية وشالوا إيه؟ شوية وشالوا القماشة خالص أو الورقة وبعد ما شال القماشة أو الورقة عملوا إيه؟ يعني عملوا إن هم سدوا مسام الشاشة في الأماكن اللي هم مش عايزين اللون ينزل منها وكمان بعد ما عملوا كده وسدوا المسام بقوا يقدروا إنه هم يطبعوا عدد أكبر من الطبعات طيب نيجي بقى نبص على إيه؟ الأدوات المستخدمة في الطباعة بالسلك سكرين عندي زي ما احنا شايفين كده الإطار أو الفريم عندي مصطرة الطباعة اللي هي اسمها الراكل عندي جهاز التصوير أو دولاب التصوير ومكوناته الدباسة كهربية مصامير التسبيت عندي سكينة فرد المادة الحساسة نمسكهم كده أول حاجة إزاي بعمل البرواز أو بعمل الفريم أو ما يسمى بالشبلونة زي ما احنا عارفين إنه هو بيتعمل من الخشب حسب مساحة التصميم المراد تنفيذه مع زيادة 10 سنطي من جميع الجهات بيثبت بإحدى أضلع جناحي مفصلتين يمكن تركيبها وخلع الجناحين وتسمى المفصلة بيشد على البرواز ده قطعة من قماش الحرير أو النيلون زو عيون ضيقة بدمبيس الرسم وبجاهزها للطباعة وبيكون بسيب برواز من كل ناحية حوالي 5 سنطي وبستخدمها بعد كده للطباعة بعد ما أجر عليه عملية تحسيس يعني تاني حاجة مصرت الطباعة أو الراكل وبغا عن قطعة من الخشب الزين السميك من أعلى الرقيق من الوسط تشبه كده المساحة بتاعت الحمام بس بيبقى الجزء اللي فوق مش بلاستيك بيبقى خشب جوها مجرى بتحط فيها شريط من الكويتش اللي بتشد العجينة بتاعت اللون فوق الحريرة عشان تنزل من سقوب الشاشة الحريرية ويظهر اللون على السطح المرات طباعة كنت بتطبع على تشيرت بتطبع على قماش بتطبع على بلاستيك بتطبع على أي حاجة بيختلف شريط الكويتش حسب صلابته مع قوام العجينة الشريط الواجب مراتها عندنات الشابلونة كل ما زادت عيون المسام في سنتيمتر مربع كل ما كانت الطباعة دخيقة جدا يشترط أن تتعامل خيوط السيدة مع الليح ما يعني الطول والعرض بتاع المسام بتاعة القماشة تكون متعامدة على بعضيها ومتوازية مع البرواز الخشب لما جا شده قد يسترنى عن لوحة الطباعة في حالة عدم استخدام من ضد الطباعة للإنتاج الوفير بيفضل إحاطة الشابلونة بشريط من الضمور عشان نقوي الشابلونة من الخارج لازم تكون أضلاع البرواز الداخلي مسبتة ومتينة وتعاشئها قائمة الزاوية نيجي الحاجة مهمة قوي عندنا اللي هو جهاز أو دولاب التصوير مكوناته إيه جهاز أو دولاب التصوير معمول من الخشب والكونتر مدهوم باللاكيه سمك ثلاثة سمتي وأبعده من الخارج مية في تسعين في ستين يعني مية اللي هو ارتفاع عرض تسعين ارتفاع ستين عمق وليه غطى ودولف مقسمة إلى جزئين جزء علوي جزء سفلي محتويات لوح زجاجي مصنفر بصمك ستة ملي الجزء العلوي من الدولاب فيه ست لمبات فروسينت قوة ستين واط فيه لمبة حامرة خمسة وعشرين واط لمبات الفروسينت دي بتتصل بمفتاح تشغيل كل اتنين لمبة بيشغالها مفتاح كهربائي ومفتاح للنبة الحامرة الجزء السفلي بيحتوي على جزء ايمن بدون ارفف عشان بنحط فيه دفاية او مروحة عشان لمجا جفف الشبلونة بعد ما عملها عملية الدهان بالمدلة الحساسة وجزء ايمن بحط عليه الشبلونة نفسها للجفاف نيجي نتكلم على دباسة كهربية او مسامير تسبيت دي اللي بثبت بيها القماش او النيلون او الحرير في الاطار باستخدام دبابيس الرسم او بمصامير صغيرة او بالدباسة الكهربية عندي سكين فرد المادة الحساسة سكين بلاستيك كده بشد او باغة بشد بيها المادة الحساسة فوق سطح القماش النيلون او الحرير اللي احنا شدينه على الشبلون نيجي بقى نتكلم على المعدات المستخدمة في تنفيذ التنبرة والجواش معدات بسيطة جدا زي ما احنا شايفين منخو البرميل تيكنا بتاعة اسمنت اسعة جهاز اللي هو بطرطش بيه الديهان والبروة والفرشة السلك معدات المستخدمة بالمزاك والفوسيفساء والازمالدو عندي وراء النائل للبلطات وعندي ادوات تقطيع البلطات اللي هي الالمازة ومكينة التقطيع والكماشة والبنسة المعدات المستخدمة فيه اطباعة الغائرة زميل الحفر وعندي الرسم بيستخدم فيه للحفر روليت روليت فيه عندي روليت تشير روليت مسنن روليت من الكورباوندوم روليت الطابلة وده موجود في الرسم بتاعه وممكن ييجي سؤال صح او غلط او اكمل او اشرح عن هذا السؤال سيونة المعدات بتاعة الحفر دي بسنها على زيت الحجر قبل الاستعمال بحك الحواف بتاعتها بحجر المسن بزيل الخشونة والحزوز اللي انا عايزة ازيلها من سطح المعدن وبغطي المقبض بعد عملية السقل دي بالسلوتب وده صورة بتوضح مكينة الطباعة اليدوية او المجبس اليدوي حاول تحفظ الرسمة دي وتحفظ البيانات اللي موجودة عليها كويس قوي بكده يبقى احنا يعني خلصنا بإذن الله تعالى المراجعة بتاعتنا انا بتمنى لكم النجاح وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وبإذن الله تعالى انا عايزكم تخشوا الامتحان وانتوا مقبلين على الحياة ما تقلقوش من الامتحان شيل من قلبك رهبة الامتحان تكون داخل الامتحان معتمد اعتماد كبير قوي على الملكة العقلية اللي ربنا اداها لك وتعتمد على الزاكرة بتاعتك واللي بيجرى مع اي طالب اول ما بيخش الامتحان ان هو عقله احيانا بيكون يعني منشغل شوية من جراء اللي هو الرهبة بتاعت الامتحان في البداية لكن بعد مرور دقيقة او دقيقتين وانت بتركز كده وبتدعي ربنا انه ربنا يوفقك بتلاقي نفسك تطمنت وتبتدي الزاكرة تشتغل معاك بإذن الله تعالى يعني انا بدعو يعني بدعو لكم جميعا بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح واللي جاي احسن بإذن الله في ظل الجمهورية الجديدة وبالتوفيق وإلى لقاء آخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته